موسيقى تتواصل معاناة ذوي الإعاقة في فلسطين بسبب عدم مواءمة البنية التحتية دون حلول خلاقة لغاية اللحظة طالبة الماجستير أميرة أبو عرقوب التي تعاني من إعاقة بصرية تجد صعوبة كبيرة في التنقل من مكان إلى آخر جراء عدم مواءمة الطرق العامة لذوي الإعاقة البصرية في جميع المدن الفلسطينية الأرصفة ممكن أن أكون أنا ماشي على الرصيف وفجأة ألاك شجرة أو أي شيء يكون عائق في طريقي في كثير من الأحيان بتكون الشوارع فيها حفر ومش معاد تصبيطها أو خلينا نحكي مش معاد ترميمها فهاي برضو بتعمل عائقة كثير كبيرة إضافة لأنه ما فيش أي صاين يعطي للأشخاص ذوي الإعاقة إشارة أنه حاليا الرمزون أحمر أو أخضر أو أي شيء بدل على وين تلواحد بإمكانه يقطع الشارع قد يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للسقوط أو الاستدامة في معقات على الرصيف ويعرضون حياتهم للخطر عند قطع الشوارع طالبة الحقوق تلين لدادوى التي تعاني من إعاقة بصرية أيضا تواجه هي الأخرى ذات الصعاب والمخاطر فيه كثير مشاكل بالطريق وبالدرج وبقطع الطريق وبشكل عام مثل ما حكياتي أنه فيه كثير مشاكل فيها والمفروض أنها تترعى بشكل أكبر بناشد المسؤولين بنطالبهم وبنقولهم أنه هاي مسؤوليتكم ولا يمكن لكم الهروب من هذه المسؤولية بتاتا كل هذه الأشياء لا تكلف الدولة شيئا ولا تكلف البلديات شيئا وإنما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية يستطيع من خلالها المسؤولين اتخاذ قرارات وتنفيذها بضرورة مواءمة الأرصفي مواءمة الشوارع الجزر اللي في وسط الشارع وأيضا الإشارات الضوئية وتدريب سائقي الحافلات العمومية خاصة في دورات تدريب السائقين العموميين أن هذه كل دول العالم تدريب السائقين على كيف تتعامل مع الأشخاص المكوفين ودعاف البصر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 115 ألف فرد بواقع نحو 59 ألف من سكان الضفة الغربية ونحو 58 ألف في قطاع غزة وذلك قبل العدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلف أعدادا أكبر من الإعاقات الدائمة بين صفوف الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر